إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا وأنا في أثناء الركعة الأولى فهل أستمر في صلاتي أم أقرأ الفاتحة وأقطع ما أنا فيه من التلاوة إذا لم تكن مصابا بنوع من الوسمسة والسهو وإنما عرض لك ذلك عرضا فإنك إذا تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة عليك أن تشرع في الحال بقراءة الفاتحة وبعد ذلك تقرأ ما تشهد أما إن كنت مصابا بنوع من الوسمسة يخترط عليك الحال هل قرأت الفاتحة أو لا هل سبحت في الركعة أو لا هل قلت سمع الله لمن حمده عند الرفع أو لا فلا تلتفت لشيء يحدث لك بعد الانتقال من وضع إلى وضع لأن الاستسلام لهذه الوساوس من شأنها أو من شأنه أن يربك عليك حياتك ومع هذا أنصحك بالإكثار من سؤال الله أن يذكرك ما تنسى ويملحك استحضار الذهن على سائل قواك في أداء صلاتك حتى تؤديها على أحسن وجه فعى أكمل ذكر والله على ترجمة نانسي قنقر